ليه اكتئاب عنيد؟ يعني ما كفاء اكتئاب؟ ليه بقى عنيد؟ بصي هو الاكتئاب يعتبر اضطراب مزاجي فهو مرتبط بالمزاج اكتئاب عنيد لأنه هو بيكون فقط فيه كل محاولات التعافي اللي هي العلاجات الدوائية والعلاجات النفسية فده بيبقى راجع لأنه بيبقى مرتبط شوية بمرحلة الطفولة يعني هو بيبقى مرتبط بصدمات الطفولة أكتر لأنه احنا الاكتئاب كمان بيبقى موجود عند الأطفال بس للأسف اكتشافه ما بيبقاش سهل لأن الأعراض بتاعته بتبقى مختلفة عن الأعراض عند الكبار يعني إلي ممكن يخلي طفل يبقى عندك تئاب؟ بصي هي ممكن يكون كذا عامل يعني الطفل مثلا اللي بيكون وحيد يعني مثلا عنده أربع سنين فمعندوش أخ مثلا يعني وبعدين جاله أختين فهو الطفل بيعاني بس الأهل مش بتعرف تصنف المعاناة اللي الطفل بيعانيها ممكن يكون الطفل مثلا مهمش برضو بيعاني بس برضو الأهل مش عارفة تميز إيه وبيعاني من إيه لذلك كمان هو صورته عند الأطفال بتبقى في صورة الهياج المستمر اللي هو أحيانا أن الأهل بتروح لحتة أنه ممكن يقفر تحرك بس هو بيكون اكتئاب طيب الطفل من هو صغير لما بيكون بيعاني من حاجة زي كده وبيبقى عنده هياك شديد فهو دايما لافت لنظر الأباء والأمهات هو دايما عامل إزعاج فهو بياخد منافع من ده إن هو بيبقى محط انتباه وأنظار المحيطين فبيكبر على كده إن هو عنده مكتسب مش قادر يسيبه لذلك لما بيروح للطبيب سيكاتري أو لطبيب نفسي أو معالج نفسي ما بتنفعش معاه أي محاولة لأنه هو متمسك بالمنافع اللي هو بتكون عادة عليه عشان كده اسمه اكتئاب عنيد عنيد طيب مؤشرات الاكتئاب يعني كلمة الاكتئاب كلمة نسمحها على طول تمام علميا توصفها إيه وهل في درجات للاكتئاب ما قبل الاكتئاب يعني ممكن يبقى فيه حد عنده قلق مستمر التفكير المستمر في بعض الحاجات الخوف من المستقبل هل في درجات بتبقى أقدر أصنفها بعدين أقول هذا الشخص مكتئب بشكل علمي طيب بس خلينا الأول نقول إن الاكتئاب ليه عدة أسباب يعني فيه أسباب يعني جينية ممكن يبقى عنده تاريخ مرضي في الأسرة وده بيبقى أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب تحت الضغوط الحياة وفيه اكتئاب ناتج عن مرض في الجسم يعني مثلا نقص الغدة الدرقية بيعمل نفس أعراض الاكتئاب سبب بيولوجي ممكن يكون سبب نفسي قبل ما بيروح يعني أول حاجة لازم بيتجه الشخص لطبيب يعمل كل الإجراءات إن هو يتأكد إن هو مالوش أي يعني مالوش أي عضوي ولا هو جيني ولا أي حاجة عشان يبقاش تدخل دوائي من الأول وبعد كده لما بيتأكد إن خلوه من كل الأسباب اللي ممكن يعني يكون التدخل فيها دوائي بيتجه ليه المعالج النفسي اللي هو بتبقى العلاجات بتاعته بتبقى علاجات كلامية ما لهاش علاقة بالأدوية طيب كمان خديك قلتلي على إن الاكتئاب ليه عدة أشكال وعد أنواع هو فيه فرقة بين الاكتئاب والقلق يعني احنا عندنا نوع من أنواع الاكتئاب هو الاكتئاب المصاحب للقلق يعني القلق بيجي فيه سورة اكتئاب لأنه هو مزاج متغير شوية بيبقى كده وشوية بيبقى كده متأرجح متأرجح بالزبط فالقلق بيختلف عن الاكتئاب يعني القلق دائما بيبقى يعني عايزين حضرك تصنف لنا كده الباي بولر بيحس بإيه اللي عنده أنجزايتي أو عنده توطر بيحس بإيه عايزين نعرف عشان بقينا احنا دلوقتي كل ما يعني عارفة حد زعلان شوية وإيه الفرق إننا زعلانة شوية فمحدش يعني ما يقولش ما هو اكتئاب أو عندي اكتئاب دي كلمة كبيرة شوية لا بصي هو الاكتئاب يختلف تماما عن يعني كل اضطراب نفسي هو مختلف عن الاضطراب الآخر يعني مثلا لو احنا اخذنا القلق مثلا على سبيل المثال القلق دائما أنا بخاف من حاجة لسه ما حصلتش حاجة في المستقبل حاجة أنا بتوقع لها اللي يحصل ودايما العقل بتاعنا بيميل للتوقع السلبي يعني ما بيميلش التوقع الإيجابي يعني إلا بقى لو حد التدخل قالوا يا عم سيب على الله بقى إن شاء الله اللي جاي يبقى حلو ده مش بسهولة العقل اللي بيعملها الاكتئاب بغير كده الاكتئاب بيبقى حالة من فقدان الشغف مش عايز حعمل حاجة ما عنديش طاقة بميل للحزن بميل للبكاء للانسحاب من المجتمع حتى لو بيروح الشغل بيبقى متململ كده اللي هو ايه طب امشي امشي امتا طب عايزة ارجع بيتي بقى بسرعة طيب كده حتى الافكار بتاعته الافكار بتاعته مثلا ايه ونحن يجينا الدنيا ليه طب هو من الناس اللي بتمون دي بتستريح لأنه بتلاقي انت حار برضو موجود عند الاكتئاب فهنا بنشوف طبعا مش كل الناس اللي بتعاني يعني مش عايزة برضو ان كل يسمعني يقول لا تبقى ما أنا بقى عندي اترباط في النوم برضو من علامات الاكتئاب الاترباط في النوم اترباط النوم مش معناها ان انا ما بعرفش انام لا معناها ان انا ممكن مثلا اخش انام فأنام ساعة واصحى خلاص انا مش عارف ارجع في انام تاني بتحصل كتير اه اه مثلا اترباط في الاكل في الشهية مثلا ممكن تسيجيب بفرط في النهم في الاكل او ان انا مش عايز اكل خالص بيبقى ليه كذا علامة احنا المؤشر بتاعنا ايه ان الاهل مثلا لو لحظت تغير في السلوك الميل للعزلة الميل للاكترار الماضي الميل ان هو ما عندهش همه يعمل حاجة انا مش قادر اقوم انظف البيت مش قادر اعمل اكل كله اي حاجة عبامين للنوم كتير بلعشرين ساعة عايز انام فكل حاجات دي كلها لأ انا لو لقيت خمس علامات من الحاجات دي متوفرة ومستمرة بقى معايا مثلا اسبوعين ثلاثة لأ انا هنا لازم اروح استشير حد استشير حد احنا عندنا دهي من دكتورة باسانت الثقافة عندنا في المجتمع المصري من زمان ثقافة عدم زيارة الطبيب النفسي يعني الخوف دايما من فكرة اني اروح لطبيب نفسي تحديدا وهل الثقافة دي مع مرور الوقت خلاص اتغيرت بقين عادي لو انا عندي مشكلة لازم اروح لدكتور نفسي او لأ وامت اخد القرار زي ما حركت بتقولي العلامة اللي تنبهني يعني زي ما بقوله كده جرس انذار انه لأ دلوقتي لازم اتدخل وابتدي اتعالج تمام هو الاكتئاب للحياة يعني انا بدأت ان انا مش قادر اروح الشغل حاجة مهمة مش قادر ان انا امارس دوري كأم مع ولادي لا هنا انا لازم طالما في الفانكشن او الوظيفة اللي انا بعملها بدأت تتأثر هنا لازم استعين بحاجة وبعدين طبعا انت الوصمة بتاعة الطبيب النفسي او المعالج النفسي لان فيه فرق من الطبيب والمعالج الطبيب اللي بيعالج بالأدوية والمعالج النفس اللي بيعالج بالجلسات الكلامية فالوصمة بتاعة الأفلام والمسلسلات تطلعوا وبالشكل بدأت تتغير شوية بس طبعا هي ستلسة موجودة لناها كالتشر يعني هي ثقافة بس أنا شايفة أن مع طبعا التغيير اللي بيحصل في الوعي وزياد الوعي أنه لا بقى فيه ناس بقى تقول لا يعني أنا محتاجة أن أنا أستشير حد متخصص بدل مثلا ما أكلم حد من أصحابي بدل ما أكلم حد مثلا ممكن يضرني ما يفيدنيش أو كده وأكون داخل على مرحلة أنا محتاج أتلحق فيها فأفتك إن أنا بس مجال إن أنا كلمت مع صاحبتي أو حاجة أنا كده أتسوكي إزاي أنتو كدكاترة نفسين بتحصنوا نفسكو من أنه يعني أنا شغلانتي إن أنا كل يوم بيجي لي عدد من المرضى أو عدد من يعني اللي محتاجين مساعدة خمسة سبعة مثلا بيكلموا معي في مشاكل بس كل يوم دي شغلانتي ده أنا كل يوم بعمل ده فأنتو إزاي بتحصنوا نفسكو عشان حتى تدي يعني مثال للناس اللي شغلانتهم لقيت شعر مثلا أو البروديوسرز أو يعني من الناس اللي طول الوقت بيسمعوا مشاكل فإزاي بتحصنوا نفسكو؟ لا هو طبعا دي زي ما هيتقولت كده هي دي شغلانتنا يعني إيه شغلانتنا؟ إحنا إحنا دربنا على ده ومارسناه وإزاي نحن ولازم نعرف نحمي نفسينا من التأثير السلبي يعني بس فيه تعاطف إيجابي وفيه تعاطف سلبي أنا ممكن أسمع بهدف إن أنا عايز أساعد الشخص اللي قدامي وفيه حد ممكن يسمع كفريند لي بقى إن هو يتعاطف تعاطف سلبي يخش جوه المشكلة باعة الشخص ففيه اختلاف ما بين التعاطف الإيجابي أو التعاطف اللي بيؤدي إلى أني أنا بوصل معاكي لحل إن أنا خارج المشكلة مش بدخل نفسي جوه المشكلة والتعاطف السلبي اللي هو ممكن يكون الناس اللي مش يعني مؤهلين ده بينسحبوا وينجذبوا إلى التأثير بالطاقة الشخص اللي بيشتكي دايماً ليهم أو بيفرغ عندهم التفريغ المفعالي في حالة الاكتئاب العنيد لو حد مريض بهذا الاكتئاب العنيد اللي هو بيرفض أنه يعترف أنه هو أولاً مريض و بيرفض يتلقى أي علاج سواء علاج دوائي أو علاج حتى فيه جلسات مع طبيب نفسي الحالات دي حضرتك بتتعامل معها إزاي وإزاي لو هو ما عندوش الإرادة أنه يتغير لأنه برضو في النهاية هي إرادة ذاتية هو قراره الداخلي مهما قعد مع طبيب نفسي أو غيره أنت اللي بتمتلك قرارك في أن تغير من نفسك مش عارف كلام ده مظبوط ولا يعني مظبوط جداً طبعاً هي الإرادة في التغيير هي دي العامل الأساسي للتحصن فكون أنه هو ييجي غصباً عنه تأكد أن نتيجة العلاج مش هتبقى مجزية معه جداً لأنه هو بيبذل جهد في تدريبات نفسية أنه هو بيبدأ يمارسها مع نفسه عشان يوصل للتغيير فلو هو مش جاي بإرادته فنسبة التحصن هنا تبقى قليلة خالص إنما ممكن ييجي لهو إيه طبعاً أروح كده للعلم بالشيء أشوف الناس دي بتقول إيه أو أي حاجة هنا شطارة المعالج أنه هو يكتسب الفرصة دي أنه يبدأ يبقى فيه علاقة علاجية ما بينه وما بين البيشنت أو المريض اللي جايله يبقى هو مستني إمتى معادي الجلسة ييجي أنا لأ أنا بحسب تحسن لا أنا استريحت أنا لما كلمت مع الدكتور ده أنا استريحت فهي العلاقة العلاجية دي مهمة قوي إنها تبقى موجودة ما بين المريض وما بين المعالج خليني أبقى صريحة مع حضرتك النصات كثيرة قوي محدش بيعنده الإمكانية المادية أنه يروح لدكتور نفسي أقدر إزاي ألعب بتفكيري أنا وبالتفكير السلبي اللي بيجيلي وحوله التفكير إيجابي وارفع عندي هرمون الأكسيتوسن أو الدوبامين طيب اللي هي هرمونات السعادة هرمونات السعادة دي بتترفع بالرياضة بالكارديو يعني لو أنا كل يوم بلعب كارديو حاجة بتعلي دربات القلب هنا أنا بحفز إفراز الهرمون مثلاً حاجة نقدر كل ما نعمل الماشر كوب العجل السباحة الحاجات اللي فيها هارد وورك يعني حاجة اللي تعلي دربات القلب دي بتساعد على إفراز الهرمون السعادة طيب بس في حاجة تانية بقى أنا كمان يعني لو الشخص فعلاً عنده إرادة للتغيير أنا هتدي له رشدة مكونة من ثلاث كلمات هو لو استخدمها وبدرب نفسه عليها هتبقى وقاية من الاكتئاب وهتحسنه جداً ثلاث حاجات ثلاث كلمات أولهم إنجاز سعادة معنى ثلاث كلمات دول أنا لازم أبقى واعي إن أنا اليوم بتاعي يبقى فيه بحقق فيه ثلاث حاجات دول إنجاز يعني إيه؟ يعني أنا قبل ما أنام بالليل لأن طبعا مريد الاكتئاب يعني بيبقى المزاج بتاعه الصبح اتقفل خلاص هو مش عايز يعمل حاجة ومش هيتحرك مما كانه فأستغل الفرصة أني أنا من بالليل أجيب نوتة صغيرة أو ورقة صغيرة أكتب فيها تلاث حاجات إيه الحاجة بالنسبة للإنجاز إيه الحاجة اللي أنا ممكن عايز أنجزها بكرة لأ ده أنا عايز أنزل بكرة أشتري حاجات للبيت أو مثلا عايز أحضر فطار يكون حلو بالنسبة لي لازم حاجة يبقى فيها إنجاز الإنجاز كمان بيحفز على حاجة بسيطة حاجة بسيطة أعملها أنا لازم أعمل حاجة السعادة هو أنا إيه الحاجة اللي بتخليني أنا سعيدة يعني مثلا مش بابزرتيها جهد أنا مثلا بسمع أغنية معينة أو بحب مثلا أتفرج على فيلم معين أو حاجة بتخليني أنا سعيدة لازم أحطها في يومي طيب حاجة لها معنى يعني إيه حاجة لها معنى يعني مثلا أنا ألقت بربنا دي حاجة لها معنى روحانية أو مثلا أنا بحب أن أتطوع في حاجة معينة أن أسأل على مريض أو أن أسأل على قريب بالنسبة لي إنجاز سعادة معنى نشكرك دكتورة بسانت فاروق استشاري الصحة النفسية شرحت لنا إيه الاكتئاب العنيد يا رب محدش يجيلوا أي نوع من أنواع الاكتئاب وكلنا تعلمنا منك شوية حاجات كده نشتغل عليها لو حد فينا حسن نواصل للمرحلة دي شكرك شكرا نورتين وشرفتين يا رب كل أيامنا كده إنجاز وسعادة ويبقى في تفاصيل حياتنا معنا كما حالت قلت بزبت شكرا لك نورتين